اهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم عقلات من الكتاب المقدس والنهاردة هنتكلم عن عيلة جديدة وهي عيلة يهوزة أهلا وسهلا بك جنب الأستيس النهاردة هتكلمنا عن عيلة يهوزة وقبل ما نسأل أسئلتنا فيه سؤال مهم هنتكلم مين هو يهوزة يهوزة احنا عارفين أنه أخو يوسف صحيح بس عايزين نعرف أكتر لأن هي قصة يعني مليانة بحاجات صعبة صح فكلمنا ادينا فكرة عن يهوزة وكنتو صامار وإحنا كنتو يعني مرات ابنه مزبوط ممكن تدينا فرصة نسمع أكتر عن يهوزة يعني فيه كتير بيقروا قصة يهوزة وفعلا زي ما حضرتك قلت بيلاقوا حاجات صعبة فيها وكتير من يعني بعض الوعاز بيحبوا يبعدوا عن القصة دي يقول لك بلاش نوعاز عنها ونتكلم عنها بالرغم أن فيها دروس كتيرة مفيدة لنا كأسر وعائلات خلينا ناخد فكرة كده الأول عن قصة يهوزة وزي ما حضرتك قلت في البداية أنه هو أخو يوسف ابن يعقوب ويهوزة على فكرة ده اللي جي من نسله السيد المسيح علشان نكون نفهمين أنه جي من نسل يهوزة بحسب الجسد طبعا سيد المسيح جاء بحسب الجسد من نسل يهوزة بس خلينا نشوف تصرفات يهوزة في اللي ذكرها الكتاب في تكوين 38 لما نطلع تكوين 38 بالله أشياء صعبة حصلت فيهوزة بيقول نزل ورأى فتاة كنعانية وتجوزها يعني كانت زوجته كنعانية مش من شعب ربنا ويذكر الكتاب لما نقرأ قصة إبراهيم وقصة إسحاق كل واحد منهم كان بيدقق قوي وكان بيهتم جدا أن ابنه يتزوج من بني شعبه من أبناء شعبه علشان الناس اللي يكون بيعرف ربنا معرفة الله تمتد خلال هذا الناس أو خلال الأجيال القادمة فيما بعد لكن هنا إبراهيم اهتم بالشيء ده وإسحاق اهتم بالشيء ده لكن نلاقي هنا أنه كان الهدف أن لا يخالطوا أو يتزوجوا من بنات الكنعانيات خصوصا بنات الكنعانيات ونلاقي أن إبراهيم لما بعد علشان يجيب زوجه لإسحاق ابنه حذر على عازر الدمشق لكن لعازر الجوز على عازر حذروا أنه لما يجيب له يجيب لإسحاق زوجا ما يخدلوش من بنات أو صد يهوزا يهوزا لكن دلوقتي نقول عن إبراهيم لما طالب من الخادم العازر يجيب زوجه الإسحاق يجيب له من بنات شعبه وما يخدش من بنات الكنعانيات بنات الكنعانيات يرمزوا إلى أهل العالم بنات الكنعان يرمزوا إلى أهل العالم وكتاب المقدس بيحذر ويقول لا تكونوا تحتنير مع غير المؤمنين يمكن إحنا أشرنا في الحكاية دي أو في الآية دي في عائلات أخرى عائلات سابقة وهنشير عليها بعدين ليه الأمر كذا مرة يتكرر في الكتاب المقدس ليه العائلات وحياة العائلات في الكتاب بينبر الوحي المقدس للإشارة على النقطة دي وبيكررها احنا عارفين التكرار للتأكيد التكرار دايما للتأكيد وربنا بيكرر الأمر ده عشان يحذرنا لا تكونوا تحتنير مع غير المؤمنين احنا عارفين وقت نوح إيه اللي حصل انتشار الشر في الأرض كان سببه إيه الطفان اللي جلب الله على الأرض وعلى الجنس البشر كان إيه سببه لما نقرأ تكوين ستة بيوضح رأى بان الله أن بنات الناس أنهن حسنات فاتخذوا لأنفسهم من كل ما اختاروا وكانت النتيجة وقت نوح ان انتشر الشر في العالم كله ولما انتشر الشر وطلعت أجيال شريرة ربنا جلب الطفان على الأرض طيب هل ده حصل مع يهوزة حصل مع يهوزة راح تزوج من فتاة كنعانية وبيقول الكتاب أن أنجب ثلاث أولاد عير وأنان وشيلة وبيذكر الكتاب أتنين منهم اللي هما الأولانيين عير وأنان بيذكر الكتاب أنهما كان أشراراً أمام الرب كانوا أشراراً طبيعاً إذا أتجاوز فتاة من أهل العالم الناس اللي بتاعو طلو عشراراً يمكن الكتاب ما ذكرش حاجة عن أخلاق الولد الثالث ما قالناش شيلا ده كان كويس وحش بس الشر كان موجود في بيت يهوزة بسبب ارتباطه بزوجة غير مؤمنة طب هو يهوزة ما كانش ليه تأثير على أولاده احنا يمكن نتكلمنا المرة الفاتت وبرضو قلنا في العائلات الفاتت أن المعشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة فدلوقتي دخل يهوزة في علاقة مع بنات العالم مع واحدة من بنات العالم فدي لها تأثير شرير هيبقى لها تأثير شرير على جزهة وتأثير شرير على أولادها وهنعرف فيما بعد إيه اللي حصل من ده ومن ده فهنا بنشوف أن الزواج والاختلاط مع غير المؤمنين بيحذر منه الكتاب المؤدس تحذير شديد جدا بيحذرنا وبينبهنا وإحنا لازم في عائلاتنا نشدد ونتكلم مع أولادنا لأن ده حياة ده حياة لو إحنا عايزين سعادة أولادنا وبناتنا وعايزين يكون ليهم أولاد يعني يكونوا في مخافة الرب ويكونوا سبب سعادة لولديهم يجب أن نشجع كل أولادنا وبناتنا أن هما يرتبطوا من نفس إيمانهم يكون لهم نفس الإيمان وليهم نفس نقول إيه يعني إيمانهم ويكون لهم ماشيين مع أزواقهم وزوجاتهم في نفس الطريق ما يخدوش من إيمان مختلف أو ما ياخدوا من بنات العالم هيجذبوهم بعيد عن ربنا فلو إحنا نريد السعادة والسلام في بيوت أولادنا وبناتنا نشجعهم أن يكونوا في علاقة مع مؤمنين زيهم في علاقة مع أناس يخافوا الله ويعرفوا إرادته ويتبعوا وصياء شكرا جناب الأسيس وحنا هنسأل سؤال مهم إحنا عارفين زي ما حضرتك ذكرت أن يهوز عنده ثلاث أولاد أيوة جوز ابنه الكبير لثمار أها واللي هو عير أيوة لكن بنعرف أن عير كان شرير صحيح فأماته الرب تمام وعارفين أن يعني في الوقت ده كان لما الأبن بيموت مرات ابنه يجوزها حد من البيت أخوه علشان أخوه علشان يجيب نسل وفعلا يهوزا جوز ثمار لابنه التاني أونان أونان مزبوط لكن يونان تصرف تصرف مش صح أحسن نعرف أيه الشيء اللي عمله يونان أونان أونان تمام أونان طيب وده إيه علاقته يعني في بيوتنا وبالنسبة اليهوزا ده كان إيه التصرف اللي عمله ابنه أونان مزبوط يعني خلينا نشوف الكتاب بيوضح لما بدأ كبر عير وطبعا عايز تجوز نحن عارفين فيه غلط عملها يهوزا في البداية هو تزوج من إمرأة كنعانية والأسف لم يدقق في حياته ما كانش مدقق في حياته هو وعشان كده كمان ما كانش مدقق في حيات أولاده يعني مهتمش أن أولاده زي ما هو ارتبط وأكيد أولاده برضو كانوا شايفين أبوهم قدوة ليه صح هو متجاوز من بنات كنعان ويمكن الأم شجعت أولادها أن ياخدوا من نفس شعبها ونفس نسلها علشان كده اختر له صمار وهو كمان ما كانش مدقق يعني يهوزا طالما أنا مش مدقق في حياتي يبقى لازم أعرف أن أولاده برضو هيطلعوا بنفس الطريق فهنا عير كان شرير بيذكر كتاب أنه كان شرير ما نعرفش إيه الشر اللي كان فيه عير يكفي أنه وخد واحدة من بنات كنعان برضو مش في نفس الطريق اللي مش فيه أبو فبيقول بسبب شره أماته الرب مات ما نعرفش إيه بقى نوع الشر اللي عنده هل كان لا يكرم والديه لأن لو كان بيكرم والديه ممكن كان يطول أيام على الأرض هل كان بعمل زكته معاملة وحشة مش عارفين إيه اللي كان لكن في النهاية بعد ما مات عير طلب يهوزا من أونان أنه هو يتزوج على فكرة دي كتوصية اللي هي خلينا نقراها في تسنيه 25 عدد 5 و 6 نشوف الكتاب بيقول إيه عن العلاقات الأسرية لما يكون رجل مات وترك مراته أرمالة وهو ليه أخ خلينا بيوصل الكتاب بيقول إيه في تسنيه 25 عدد 5 و 6 بيقول إذا سكن إخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن فلا تصر إمرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب أخ الزوج والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت لألا يمحى اسمه من إسرائيل علشان النسل آه يعني ده كان قانون دلوقتي يعني إخوة عاشين مع بعض واحد منهم تجاوز وجاتي عاشت معهم في البيت وجي الأخ ده مات تتجاوز أخوه تتجاوز أخوه وأول أب أول أب يولد منها يحمل اسم أبوه اللي توفى طيب لو كانت أنجبت من أخيه خلاص يعني ما تجاوزه لأ لازم الأخ يتجاوزها لازم أخوها حتى لو جابت ما تصرش الأجنبي ربنا بيقول ما ياختاش واحد من بره أخو زوجها هو اللي تجاوزها فهنا بيورينا الكتاب أنه هو كان على أونان أنه هو يتزوج من سامر دي كانت وصية إلى هي ما ياختاش واحد غريب أخو جلسها هو اللي تجاوز لكن من الواضح أن أبناء يهوزة كلهم ما كانوش مهتمين بوصايا ربنا ما كانوش مهتمين بالشريعة من الواضح أن أونان ما كانش ليه رغبة أن ياخد سامر ونعرف كمان أن الترابط الأسر والمحبة داخل بيت يهوزة كانت معدومة لو هو فعلا كان بيحب أخوه كان يتمنى أن هو أن الأبن الأول اللي ينجيبه يحمل اسم أخوه علشان ما يمحاش اسم أخوه يبقى فيه ابن بيحمل اسم الأب اللي هو توفى ده وكان الحاجة دي ربنا كان يقصد بيها تقوية الروابط والمحبة بين العيلة أنا بحب أخويا ما حبش اسم أخويا يتنسي ويتمسح فالابن اللي هنجيبه أول ابن من امرأة أخويا اللي توفى يكون باسم أخويا اللي توفى فدي كانت شريعة ربنا وضعها لشعبه قديم لكن مدام ما فيش خلي بالك مدام ما فيش محبة ربنا أكيد مش يكون في محبة داخل العيلة أكيد ما هيكونش في محبة داخل البيت ده هينعكس سلبا طبعا عدم وجود محبة لله هينعكس تأثيره على المحبة داخل العيلة وداخل الأسرة وأفراد البيت الواحد ده كان واضح في أسرة يهوزة فيذكر الكتاب عندما تزوج يونان أونان آسف عندما تزوج أونان سامار لم يريدها أن تحمل ما كانش عايزها تحبل وعلشان حتى لا يحمل الابن البكر اسم أخوه النتوفر يبقى ما كانش فيه محبة بين الأخوات أساسا فعلا طالما ليه ليه زي ما قلنا في البلاي ما فيش محبة ربنا ربنا محبة مش ظهرة في أفراد الأسرة دي يبقى كيف يكون فيه محبة بينهم ببعض بدل أنه مش عايز نسل الأخو مش عايز زي ما نقول تقريبا أنه هو أكبر على الجواز منه لأن أبو طلب منه قال له اتجوز سامار امرأة أخوك فبيقول ما كانش عايز الزواج منها أو يقيم نسلا لأخيه فرافض أنه هو يقيم نسل أخيه لم يرد أن يعطي نسلا لأخيه لأنه لم يرد أن يطيع وصايا الله رفض أن هي تحمل وما كانش عايزة تحمل خالص عشان الإبن اللي هيتولد هيبقى بإسم أخوه ورفض كده بالطريقة دي أنه هو يعطي نسلا لأخيه والحاجة الأهم أنه هو رفض أن يطيع وصايا ربنا فده بيعلمنا أن نهتم في بيوتنا أن نغرس في أولادنا منذ الصغر ضرورة الطاعة الوصايا الله هو لو كان عارف أن دي وصية إلهية وبيحب ربنا كان نفسها بس رفض تنفيذ وصية الله والطاعة طاعة ربنا هتتوقف عليها سعادتنا سعادة البيت واستقرار البيت شكرا جنب الأسيس نستأذنك ناخد فاصل عزيزي المشاهدين فاصل قصير ونعود ابقوا معنا أهلا وسهلا بيكم عزيزي المشاهدين والمشاهدات في برنامتكم عقلات من الكتاب المقدس ولينا فرصة نكمل حلقتنا عن يهوزة أهلا وسهلا بيك أهلا بيك هنستأل سؤال هنا نكمل موضوعنا عن يهوزة نحن عارفين أن يهوزة جوز ابنه لثمار اللي هو عير وبعدين مات عير جوز لابن الثاني شيل أونان وبعدين أونان مات باقي ابنه الأصغر شيلة لكن يهوزة عمل حاجة رفض أن يجوز ابنه الأصغر لثمار خاف عليه لا يموت زي إخواته الثانيين طيب إحنا نعرف مع أن المفروض كان يجوز الابن الأصغر لثمار طيب توضح لنا تصرف يهوزة ده ليه هو عمل كده وهل ده صح أو غلط هو نشوف أن شاف عير مات و أونان مات فاعتقد أن سمار فيها حاجة مش مظبوطة كان بيؤمن الظاهر بالتفاؤل والتشاؤل ده وشة وحش ده فقرية زي ما بنقول إحنا في البلد كده ده موجود يعني وعلشان كده خاف على ابنه شيلة قال ده موتت عير وموتت أونان ولو خاتر شيلة كمان هيموت وما قدرش يفهم أن الاتنين ماتوا بسبب شره مش بسبب سمار بس ممكن أي حد ما كانوا كان ممكن برضي يخاف نفس الخوف ده ولو إحنا ليه لأن إحنا عندنا عززنا فكرة غلط في حياتنا الفكرة الغلط أن فلان ده وش وحش ده وش كويس ده أدم حل وده أدم وحش ده دخل على البيت البيت بقى فيه مصايب ده دخل على البيت بالبركة كتير ما بنقول الكلمات دي بننسب الحاجات دي للأشخاص وعلشان كده ما بنحط الثقاتنا في ربنا ما بنحط الثقاتنا في ربنا لو إحنا واسقين في ربنا مش هنؤمن بالخرافات دي كل الخرافات دي أساسها جاي من الديانات الوسانية كلها من الديانات والعقاد الوسانية ويمكن يهوزة تأثر بالعقيدة دي لأن عاش مع زوجة وسانية فتأثر بالعداد دي وكانت مرات ابنه أيضا وسانية علشان كده كان متأثر يهوزة بالأفكار بتاعة البيئة اللي هو عاش فيها سواء كانت زوجته أو أنسباءه كان عندهم الفكرة دي وزي ما قلنا أن الأفكار دي خليته ما ننظرش إلى شر أولاده أعتقد أيضا أن سامار كانت هي السبب في موت أولاده ده كانت فكرة يهوزة قال سامار هي السبب في موت أولادي لكن خلينا نشوف الكتاب بيقول إيه كتاب المؤدس عشان نحذر هذه الأفكار في تسنية 18 من عدد 10 إلى عدد 12 بيقول الكتاب لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار ولا من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر ولا من يرقى رقية ولا من يسأل جانا أو تابعه ولا من يستشير الموتى لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب وبسبب هذه الأرجاس الرب إلهك طاردهم من أمامك يبقى إذن كانت الأمم هي اللي عندها التفاؤل والتشاؤم وما كانش المفروض شعب ربنا يكون عنده الفكرة دي فإحنا ربنا يساعدنا حتى في بيوتنا ما يبقاش عندنا الأفكار دي هنسأل سؤال بيتكلم عن يهوزة احنا عارفين أن يهوزة شاف امرأة وطلب أن يزني معاها وقال لها أن أجرتها أن هيبعت لها جدي معز فهي قالت له خلاص أنا هاخد منك شيء راهن لحد ما تبعت لي جدي معز عشان توافق تزني معاه أخدت منه وطلبت منه الخاتم والعصايا بتاعته والعصابة اللي هي بيحطها على رأسه وفعلا يهوزة داها الحاجات دي واتتجع معاها طيب ما ممكن تكلمنا عن أخلاق يهوزة اللي هو يعمل حاجة زي كده؟ يعني هو يهوزة زي زي أي إنسان ومعرض للخطأ برضو هنا لما نزل يجز غنمه بيقول الكتاب عند صديقه العدو اللامي نظر إمرأة وحاسبها زانية هي ما كانتش يعني إمرأة زانية الأسف دي كانت سامار سامار إمرأة ابنه وتغطت ببرقع وهو معرفهاش معرفهاش وحاسبها زانية كانت على الطريق فطلب أن هو يتجع معها أو يزني معها فقالت له طيب هتديني إيه أجرة؟ قالت له هبعتلي الجدي معزة قالت له طيب وعن بالكما تبعتلي جدي المعزة إيه اللي يضمنني؟ اديني راه قالها طيب هتديك الراهنا العصاية إيه عايزة راهنا؟ قالها إيه عايزة؟ قالت له ديني العصاية والعصابة بتاعت رأسك والخاتم هي قصدة تأخذ الحاجات دي الله حاطر إده وإطجع معها وهنا للأسف أكبر خطأ ارتكب ويهوزة فيه ناس تقول لكن هو ما كانش يعرف أن هي امرأة ابن وأولا ما نسمعه ما كانش يعرف يقول آه لا يبقى كده برأة لا يهوزة مش برأة ما كانش برأة لأنه هو ارتكب خطيط الزنا لو ما كانش عنده رغبة في ارتكاب خطيط الزنا ما كانتش حصلت المشكلة دي يعني لو مر على المرأة دي ومر على طول عليها وما تعملش معها ما كانتش وقعت الجريمة أو المشكلة أنه هو يخطئ مع امرأة ابنه دون علم أنه عندون قز لكن الخطيئة بتاعته أنه فيه وصية بتقول لا تزني لو كان ابتعد عن الزنا زي ما قلنا بصفة عامة أو هذا العمل قبيح ما كانش وقع في خطيط أنه هو يزني مع كنته أو امرأة ابنه المشكلة الأساسية كانت الدافع اللي عنده شتان الفرق بين يهوزة وبين أخوه يوسف يهوزة مجرد ما شاف هو اللي راح للمرأة وقال لها عايز أزني معك لكن يوسف جات له الخطيئة لحد عنده ومرأة فطفار قالت له أنا عايز أتجع معك قال لها كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله كان فيه فرق كبير بين أخلاق هذا وأخلاق هذا عشان كده الكتاب المؤدس بيحذرنا من خطيئة الزنا وإحنا يجب أن نحن نحذر شبابنا ونحذر بنينا من هذه الخطيئة زي ما حضرتك ذكرت أن ثمار زنت مع حماها ولي عرفنا أن هي خدعته عشان تزني معاه طيب ثمار عملت كده ده لي مبرر وهل تصرف ثمار أن هي زنت مع حماها يعني ثمار عملت كده هل الشي ده مقبول عند الله؟ ده سؤال حلم أول ما نقول زنة يعني الله لا يقبل هذا الله لا يقبل هذا بالمر خطيئة عمر ربنا مش ممكن أبدا ربنا ومستحيل أن هو يوافق على ارتكاب خطيئة لكن ليه ثمار عملت كده ليه ثمار بيقول الكتاب السبب لأنها رأت أن شيلة قد كبر وهي لم تعطى له زوجة كانت حجة يهوزة قال لها أعضي واستني لحد ما شيلة ابني يجبر لسه صغير لكن هو في قرارة نفسه قال أنا مش هجاوزها لها مش هجاوز شيلة للسمار لألا يموت زي إخواتي دي كانت فكرة يهوزة فهي شايفة أن شيلة كبير بقى شاب كبير وها مهما جاوزهاش شيلة فارتكبت هذه الخطيئة زي ما بيقول الكتاب بيوصف لأنها رأت أن شيلة كبر وهي لم تعطى له زوجة لكن في كل الأحوال الله لا يوافق على خطيئة الزنا خلينا نقرأ آية مهمة في كورنسوس الأولى 6 وبيقول الكتاب من عدد 18 بيقول اهربوا من الزنا كل خطيئة فعلها الإنسان هي خارجة عن الجسد لكن الذي يزني يخطئ إلى جسده أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل لروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله وأنكم لستم لأنفسكم الكتاب بيقول اهربوا من الزنا لا يوجد أي مبرر المبرر ده هي اللي وضعته لنفسها إن شيلة كبر وأنا ما أخذتش شيلة ما جاوستوش أنا هعمل العمل ده فلكن الله لم يوافق على فعلة سامار إطلاقا طيب هنا سؤال إحنا عارفين أن يهوزة عارف أن مرات ابنه حامل فأمر أن طبعا دي زانيا أن هي تقتل صح لكن هي قبل ما يعني بعثت الحاجات اللي كانت وغدها رهان من يهوزة اللي هي زي ما قلنا الخاتم والعصى والعصابة بتاعت رأسه هو بقى عارف أن هو الشخص اللي زان مع ثامار فرح قال حاجة قال إن ثامار أبر مني طب يقصد إيه يهوزة بالكلمة دي مع أن هي زانت معاه يعني هما الاتنين غلطوا هما الاتنين غلطوا طب ليه هو قال حاجة زي كده قال هي أبر مني إنها أبر مني هما الاتنين غلطوا وزي ما قلنا في البداية إن يهوزة غلط بأنه هو زنة زنة مع امرأة ظن إن هي زانية ما زناش مع امرأة ابنه خلي بالك ما كانش يعرف إن هي امرأة ابنه بس ده مش مبرر طبعا مش مبرر لكن هو كانت خطيته إنه هو عاشر امرأة بالزنة فواجهته مشكلة إنه عاشر كانته دي المشكلة لواكهته خطيت سامار بقى إن هي عرفت إن دحها معها كانت تعلم إن دحها معها وزنت معه ليه لتأديبه كانت عازة تأديب ليه أو تأنبه علشان ما جوزهاش ابنه الصغير ولما نبص الكلمة أبر مني يهوزة بيقول هي أبر مني مش معنى كده إن هي بلا خطيئة لا معنى كده إن هي أرادت أن تطبق القانون الإلهي فيما يختص بزواجها بأخو زوجها المتوفي بس عملت طريقة غلط طبعا يعني هي آه عايزة تقدب حماها بس أدبته إزاي إن هي تزني معاه لا طبعا يعني دي كانت مشكلة كبيرة جدا وخلينا نأخذ في الاعتبار إن ثمار كانت من الأمم الوسانية كانت من الشعوب الوسانية والأمور دي كانت شائعة عندهم كانت عادية خلينا نفتكر ابنتي لوط ابنتي لوط لما عاشوا في وسط سدوم وتأثر بها كان عندهم ما فيش حاجة بتحد العلاقات الأسرية أي حاجة تنفع يعني المعشرات الجنسية والإشباع الشهوات مع أي طرف في العيلة ممكن ينفع فدي كانت منتشرة للأسف في البيئة الوسانية وما كانش فيه مبرر قولنا لسامارة إن هي تفعل هذا الشيء مع حماها لأجل تقديمه علشان كده آل يهوزة هي أبر مني أبر مني لأنها أرادت أن تطبق قانون الله ولكن استخدمت الإسلوب الغلط هو منعها أن هي تتجوز شيلة ابن عملت كده هو منعها لكن هي أرادت أن هي تتجوز هو اعتبر أن هو السبب أن هي عملت كده بالضبط هو اللي دفعها للعمل ده مظبوط كلامك وعلشان كده بنشكر ربنا من أجل بيوتنا وعائلاتنا اللي ربنا إدى قوانين تنظم العلاقات داخل العيلة خلينا نقرأ آية يبقى إحنا لازم القوانين دي نعلمها أولادنا ونعلمها لكل الأجيال اللي بتأتي بعدين أنا عايز أقرأ أختم بآية في تسنيا ستة تسنيا ستة آيات مهمة جدا من عدد ستة لتسعة ويمكن إحنا قرأنا الآيات دي قبل كده بتقول لتكن الكلمات اللي أصيق بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي وحين تنام وحين تقوم ربنا بيعلمنا أن نحن يجب أن نعلم وصياة لأولادنا والأجيال اللي تأتي لاحقا تشكرك جناب الأسيس ربنا يبارك حياتك ونتمنى من الله أن كل عائلاتنا تتبع وصياة أمين أمين نشكركم عزيزي المشاهدين على مطابعتكم ما تنسوش ترسلونا على بريد إلكتروني الظهر أمامكم على الشاشة سلام الرب معكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة